أرنجيت تقريباً الماب دائماً إلا حسب النسخة التي يجيك أنا أنا بشرح ولا بشيس الحين ما أدري يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتك كيف حالكم بشبه؟ إن شاء الله بخير رجاءت لكم بقطع جليد نزل البيتي بي جمع وفي تغيرات جليدة في بلاوت وتوينز تغير جليد وثلاثة باركات طبعاً تغيرت فأنا بشرح لكمها بالتفصيل وقبل ساعة ما أشرح في تغيرت في الأيتم شوب واللي هي هنا طبعاً وجهة الأيتم شوب تغيرت كاملة زي ما تشايفين هذا الواجهة الجليدة طبعاً إنتوا تحابين تشتر مثلاً شخصيات من هنا دي أل سيات تقدر تشترونها من هنا وطبعاً هذا الصندوق كل أسبوع مرة يجيكم تضلطنا على هذا الصندوق شوف جاني ثلاثين ألف ألف أسبوع مرة شوفوا حين ما قدر أخذ مرتاني باقي لي يقول أربة أيام خمسة عشر ساعة فبعد أربة أيام خمسة عشر ساعة ينفك لي هذا الصندوق مرة ثانية وأقدر أخذ على مثل الكود بس إن كود أفضل يعني هذا كل أسبوع يجيكم مرة طيب نيجي اللي هنا الواجهة الكاملة هذا هنا الكود تحط طبعاً هذه الكلمة تحط الكود الشراين طبعاً غيروا مكان ما هو من هنا فأنت بتشوفون الحين الاسكنات صارت عليها أشياء غريبة وعجيبة طبعاً شوفوا هذا الاسكنات عليها تخفيضات اللي تكون من هنا هذا الاسكنات عليها تخفيضات طبعاً طبعاً بالصفرة تكون تخفيضات ما تكون بالأزرق نيجي هنا مثلاً أنا حبيت اسكنات نقول مثلاً حق السنة الصينية ولي هادي أبأ أخذه مرة ثانية أقدر أنزل هنا تحت وأخذ أي شيء أبيه هذه كل الاسكنات حق السنة الصينية بس تتعلق طيب نرجع مرة ثانية مثلاً أنا أبغى مو اسكنات السنة الصينية أبغى مثلاً اسكنات ريسنتيفل فأدور لكم من حين ريسنتيفل أيوة هذا هو 19 سكن سوف يطلال إيش السنة الصينية والكيلر كل الاسكنات طبعاً أي شي انت حاب مثلاً تشتريه تقدر تشتريه طبعاً طبعاً هالاسكنات كل حقتها ريسنتيفل يعني أي شخص يمن ريسنتيفل يطلع لك من نسبة الاسكنات نرجع حين نسبة ثانية هنا هذا طبعاً لسه ما صلحوها باقي الهوقت مدروش فيهم ما صلحوا هاد الشي طبعاً تدغط الهادي يخيروك طبعاً تقدر تشتريه أتوقن من ذلك تأخذ الاثنين بس دقيقة نجرب لا لسه خربانة شوفو إنيبل جاني يقول راجع الرابط حق دي بديل هنا فيها مشكلة توقع بيصالحونها بعدين هذه ما فهمت الصوت يعني لكن فيه أشياني ضيفينها هذه هنا دي لسي طبعاً تضغط هنا شوف تلالك دي لسي تونز ويطلالك دي لسي الثاني أرجع وراء مثلاً أنا ما حابت دي لسي تونز مثلاً مثلاً نقول أنا بدي لسي حق كلون شوف أشتري شخصيتين مثلاً قال له أحابت أشتريها يعني طيب نرجع له هنا هنا طبعاً ما أضفو شي ممكن مستقبل يضيفون ما أدري عنهم طبعاً هنا الكيلرات مثلاً أنا بدي بس سكنت في الكيلرات أجي هنا هالي سكنت بس في الكيلرات ما في سكنت للسيرف سيرفايفور هالي هنا فوق يطلل السكنت للسيرفايفور ما علي شي جمال صح أني طويلت عليكم بس أنا ودي أشرح لكم بشكل كام يفهمون كل شي لأن الشوب معدلين أشياء مرة كثيرة طيب وهنا هذي ثلاثة أشياء وشودي الشي الأول هنا ها يطلع لك سرعة الكيلر ونبضات القلب وهذه أتوقع القدرة حقه ما دروا شو هالي صراحة طيب نرجع هنا مرة ثانية هذه الكيلرات ما يطلع لكل سكننا طيب مثلاً أنا بقع هذا السكن يطلع لي هنا شكل الموري بعد شوف هذا الكلاسيك الموري وهذا مع السكن أضغط مرة ثانية شوف هذا مع السكن شايفين كيف شايفين كيف زيما طلعت لكم موري توينز لما تبدو طلع هذا الشكل يطلع لكم مع السكن الموري طبعاً هالي طلع لكم بدون السكن تقريباً الأيتم شوب أنا اختصرت لكم مية شرحت لكم كل شيء إشياء المحددة يعني الغيرينة طبعاً هالي الواجه الرئيسي تنزل بشكل رسمي طيب أنا الحين خلنا أطلب من آيتم شوب كامل طبعاً الواجه الرئيسي ما في شيء عدلوا عليها أنا حين بشرح لكم بيركات التغيرت بشرح لكم التغيرت حقة الكلارين ولا هو توينز وبلايت فيا لا ما أطول عليكم أول شيء بنيجي للسيرفايفور السيرفايفور فيه بيركين تغيره عندنا البيركين يا جماد الأدري والديسايز فأنا بشرح لكم يا حبة حبة ركزوا معي في الشرح الشرح حق الأدري الأدري يقول لك إذا أنت تعلقت في الهوك ما يتفعل هذا البيرك السرعة حق الأدري يجيك 150 السرعة مثل السبرينت لمدة ثلاث ثواني ويجيك اكزوست لمدة أربعين ثانية يعني كيف؟ يعني مثلاً إذا أنا كنت مصاب يتفعل الهوك كان يجي لـ 150 السرعة بس إذا أنا متعلق في الهوك 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 ما بيشتغل كان أنا من يحط بيرك فهمتوا علي؟ هذا اختصارت بيرك يعني هم شاهدين بس ميزة إذا أنت تعلقت في الهوك الهوك هذا ما يتفعل بس والسرعة قللوه بدأ خمس ثواني خلوه ثلاث ثواني والسرعة نفسهم 150 طيب الهوك الثاني نفس ما هو يقولك تتعلق في الهوك ليتفعل الهوك ولما تنزل عندك 60 ثانية نفس الشي إذا لمست أي شيء يروح هذا الهوك عنه إذا الكدر طيحك وشعلك يقدر تطع عن الكدر من مدة خمس ثواني يجي الهوك ونفس الهوك ضيفين لأمنيشن جديد بيطلال لكم أمنيشن جديد زي ما طلال لكم في المكطع هذا شايفين كيف الأمنيشن حلو والطاعنة يعني جاي يعني حلوة طيب ها بنسبة للسرفايفور اللي أدلوا هاد الشيين وفي شي ثاني بعد الشراين طبعا إذا موردكم في الستور تحصلونا هنا تحت أدل الشراين البيرك كات يعني مثلا أنا بي بيرك آدم أضغط هنا خلاص شفتو؟ أخدت البيرك خلاص هذا مختصر للشراني اللي شرما كان هي هنا موحدينة بس خلوه لها الحين أنا مفروض من زمن يحطوني جماعة أنا بحاول كلها الحين بوريكم طيب عندنا حين التوينز التوينز يا جماعة قدرتها كام بشكل كامل تغير ريوار كامل بكسو ماي في الشرح نفسي شو فيه شارلوت وفيكتور فيكتور وش قدرته الحين لما ينزل فيكتور ثاني ونص ينزل أسرع وإنما يحاول من فيكتور لشارلوت ثانية ونص اسرع حالة طبعا الباف حقه الشي الثاني يقوللك إذا فيكتور ضرب السيرفايبر بالخاصية نحق تلك فيكتور هي ضربك ما يفرض يصير لونة أحمر يقولك لا يصير لونة أبيض ما نديك ترفسها إذا ضربك بالخاصية فيكتور إضربك يضربك ثانية يتعلق فوق رأس السيرفايبر السيرفايبر ما يقدر يهيل إذا جاي هين سيرفايبر نبيد ما يقدر يهيل السيرفايفور للسلق لازم يرفز فيكتور بعدين يقدر يهيل السيرفايفور للسلق طيب وش أستفيد إذا فيكتور طيح السيرفايفور وشارلوت ما عنده شيء طيب يقول لك هنا دي بدي سوالك فكرة الفكرة يا جماعة إذا كان فيكتور طيح السيرفايفور متعلق فوق راسها شارلوت والله الثانية تجيها هست يعني السرعة بنسبة 10% اللين ما أضرب السيرفايفور بالأموال بالضرب العادي يعني وبعدها تروح على يدي السرعة وعندي 20 ثانية طبعا اللي طيح فيكتور السيرفايفور تعليك فوق راسه بعدها فيكتور ينتهي وقته ويرجع لشارلوت ها طبعا قدرة الكيلر فهمت وشرحي أنا واضح أنا حاولت أفصل لكم التفصيل المامل لش أنت فهمونا طيب نرجع حين للبيرك اللي أطوه ريور كامل تغيريني بشكل كامل يقول لك البيرك هادي البيرك مثل ما هو يقول لك تفك اللوكر عشان يتفعل هادي البيرك بعد ما تفك اللوكر عندك 15 ثانية أي سيرفايفور قريب من نبضات القلب حقة الكيلر يمديك تشوف الأور السيرفايفور القريبين من نبضات القلب لمدة ثلاث ثوانية وكل دولة البيرك ستين ثانية طبعا هذا شرح حق قدرة الفيكتور والبيرك طيب نيجي لبلايت بلايت ويش سووا فيه بشرح لكم يا السرع بلايت نفس قدرتها يقول لك ولكن يزوده فيه يعني يمديك تسقع في أماكن ما كان يمديك يسقعها بس سوله نيرف نيرف قوي يعني مينات بلايت معلجت تزعلهم دان الكلام اللي بقوله يقول لك بلايت الحالي ما يمديه سوي سلايد أبدا اي نعم زي ما سمعت ما يمديه سوي سلايد أبدا يعني عندك مكان تسوي فيه سلايد ما يمديك للأسف بلايت رح على هذي الميزة واتوقع مينات بلايت كلهم بيزعلون طب بعد آخر شي يجب عدلوا عليه ماب مايكل يتغير الماب 180 درجة الماب اللي قبل حنا نعرفه طبعا أنا بحطها مالأقيام اللي بلعبها فما براوي كمية بيكون مالأقيام اللي بلعبها بإذن الله وبس والله هذي كانت تغيرتي يا جماعة كاملة أتمنى الشرح كان واضح لكم ولا تنسون يا جماعة إذا حبين يعني تفهمون شي ثاني يعني عندكم حساب الانستا والحساب بتويتش تدخلون هناك تتواصلوا معي على طول أنا موجود في أي مكان تبعون بتويتش تبعون انستا أنا موجود في أي مكان موجود في اليوتيوب بعد وبإذن الله أنا ما أقطع طبعا أنا بحط لكم جيمين صراحة أنا كنت بحط بلعب جيم سرف ولكن الأقيام كلها الكنارات مختلفة يدخل لي ويسكر يدخل لي بلايت سلامة أنا ما أدروا ش فيهم بي تي بي على تونزو بلايت يعني يدخل لي كنارات ثانية يعني هذا شي غريب يعني ما أدروا ش تجوهم وبس والله أخليكم هالمكطع ما بمايكل الجيم المليوني يا جماعة حرفي تدوري ندخلت أكتر من الجيم جاني قلتش الجيم القبل وجاني اللي قابل فصل النت وهذه قابلها يعني حرفين اليوم زق معاي كدق أقول أنت لا تصوق بي تي بير وتنزل مقطع فيه بس أنا مستمر ما بقطع تنزل مقطع بإذن الواحد أحد لا طب إذا الله كتب يعني نشوف ندور هنا سرفايفر ثاني بسرعة بشرح لكم قدرة فيكتور وهنا شيء واحد قال أول أول طبعا نشوفه ضرب الأولى يصير فيكتور مايرجأ لشارلوت مثل الأول حبت ضرب الثانية الواحد ونفس الشارلوت تجي سرع عشرة بالمئة وما يجدوا ترح في السرعة في بار تحت الليصر رايت نظر إذا هذا خلص لبار تروح دي السرعة ويرجع فيكتور عندي ونفس وقت إذا ضرب راح تسرعت السرعة شفتوا كيف راح تسرع من اليمين أدونا ثاني سريع ما عندك شي الكعلر توصير جوي بسرعة بسرعة ولكنه مرحباً 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 اعطي شيئاً شمال أبو مرحباً مرحباً وكثيراً شرعات مرحباً مرحباً مروح مرحباً، بلحظة لك! مرحباً، بلحظة لك! آه 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 موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للق extraordinarily لا لا ، لا فعلها اوه، 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 اوه. اوه، لو عندي أنا بس واحد كده ثالث يصر ثلاث أربع. أربع يسكون كده بالوت. أنا الأول والثاني والثالث. الفيكتور الرابع. استغفر الله. طي شوفت إذا بدخل أجيام سيرفايفور يا جماعة. إذا حصلت أجيام حلو بحط معنا أجيام. طبعاً لإذروا السموح يا جماعة. الصوت طبعاً في المقطع الثاني خرب فحضرت لكم جيم موحد. إذروا السموح يا جماعة. فأتمنى للمقطع أعجبكم. قد يسروني يا جماعة. وطبعاً لحبين الشيء تسألون عندي حساب التويتش والإنستا. تركوني هناك وأنا بإذن الله بجواب الجميع. شكراً للمشاهدة وأشوفكم على خير.